ينضم إلينا من الخليلة سيد عدل شديد الباحث في أشياء الإسرائيلية سيد عدل مرحبا بك وأهلا بك على شاشة الغد اسمع لي أن أبدأ مما توطرت الأنباء الليلة قبل ساعتين أعلن حزب الله أن صواريخه أطلقت لمواجهة عدد من الطائرات الإسرائيلية التي كانت تحاول الدخول إلى المنطقة أو تخترق الحدود أي أن كان الأمر بالتفصيل ولكن ما الذي ستحاول أن تفعله إسرائيل هل كما فعلت تبادر بالدخول بطائرات أم تنتظر وتتوقع الرد الذي سوف يأتيها والذي خرج اليوم على لسان أمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحياتي لك أستاذ عيمن ولمنبركم وللمشاهدين يعني لطالما أنه معروف أنه بنيمين تنياهو يريد الهروب من غزة لا أقصد الهروب بالمعنى أنه يريد الخروج يريد الهروب من هذا الوحل الموجود هو في غزة وهذا الإخفاق الكبير رغم مقترف من مجازر ومن دمار إلى بعثرة الأوراق بالمنطقة وجر الأمريكي وتوريطه في مواجهة شاملة مع إيران بالتالي تصبح فرضية أن يبادر إلى أيضا هجمات واغتيالات مسألة طبيعية لكني أنا أعتقد أنه الآن أنظار المنطقة أو مستقبل المنطقة وحجم المواجهة القادمة يعتمد أولا وأخيرا على حجم وشكل الرد الإسرائيلي للرد الإيراني وساحات الإسناد أو ساحات المواجهة التي كما تحدث الأمين العام الحزب الله الليلة الماضية لم تعد ساحات إسناد بل أصبحت ساحة حرب مفتوحة بالتالي المسألة ترتبط بحجم ومدى ومكان الرد الإسرائيلي وأظن أنه اتصال الليلة الرئيس بايدن والمرشحة من الحزب الديموقراطي نائبة الرئيس كامال هير هاريس مع بن يمينة تنياهو لهذا الموضوع وأتحدث يعني ليس سرا لكني أعتقد أنه الإدارة الأمريكية كما القادر العسكريين الأمريكان باتوا يخشون بشكل جدي أن يستمر نتنياهو في مشواره لطوريتهم في مواجهة مع إيران وقد تتدور الأمور إلى مواجهة أكبر من أمريكية إيرانية وقد تأخذ أبعاد دولية لذلك أنا أعتقد أنه الأمريكي سيكون حذر جدا في سلوكه بمعنى أنه سيوفر الحد الأقصى من دفاعاته الجوية لحماية إسرائيل بالساعات أو الأيام القادمة من الرد الذي سيأتي إلى إسرائيل وبالتأكيد الرد حسب يعني كل القراءات وكل ما نسمع به من المسؤولين من أعلى الهرم في إيران المرشد الأعلى وانتهاءا بكل القادة بهذا المحور واضح أنه نحن أمام أو على تعتبت يعني رد سيكون نوعي جدا وقاسي وسيكون الأقوى الذي تعرضت إليه إسرائيل منذ العام 48 بكل الأحوال سيد عدل ألم ترسل وتعلن الولايات المتحدة أنها سترسل بوارج بالفعل أصبحت متواجدة في مياه البحر المتوسط وأرسلت ما يقارب من عتاد وجنود أيضا ولكن بين قوسين قالت أسلحة وأليات جديدة في المنطقة يعني الأسلحة الأمريكية لم تغادر المنطقة وتم يعني جلب أسلحة جديدة ويعني حاملات طائرات ومدمرات إلى المنطقة وهذا يعني متوقع ومفهوم أنه في ظل يعني لا أحد يعلم كيف ستتطور الأمور وخاصة أنه للولايات المتحدة الكثير من المصالح والقواعد بالمنطقة وأما إسرائيل يعني إسرائيل أولا ثم مصالح الأخرى وهناك عشرات القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة وفي حال التطور الأمور إلى المواجهة الإقليمية للحرب الإقليمية كما يخطط لها بن يمين نتنياهو اعتمادا على الأمريكي وممكن قوى غربية أخرى أن تكون شريكة بهذه الحرب بالتأكيد الأمريكان ليس لديهم يعني القدرات الدفاعية والهجومية الكفيلة بحماية إسرائيل أولا وبحماية مصالحهم وقواعدهم العسكرية ثانيا بالمنطقة وبالتالي هم بحاجة يعني هايل ولكن بتقديري أنه الأمريكي سيعمل المستحيل وعلى قناعة أنه هناك الآن اتصالات كونية لمحاصرة الرد الإسرائيلي أو على الأقل إصال رسالي للإسرائيلي أنه الأمريكي يعني سقف تدخله هو حماية إسرائيل وأعتقد أنه لن تتمكن القوات الأمريكية هاي المرة من تأمين يعني مئة بالمئة ولا حتى تسعين بالمئة من حماية إسرائيل كما حدث برابع عشر من أبريل نيسان الماضي حين تعرضت إسرائيل إلى مطلاق مئات الصواريخ والمسيرات من قبل إيران يبدو أنه هذه المرة الرد سيكون يعني رد جماعي يعني كل الساحات وخاصة أنه القراءة اليوم لدى مركبات هذا المحور أنه الاعتداء على الضاحي الجنوبي في بيروت وإعتداء على كل هذا المحور أيضاً الاعتداء على الحديدة كذلك الأمر بالتالي يعني باتت المسألة واضحة يعني ليست بحاجة تعليل أنه هناك رداً قادماً وقوياً وكبيراً من هذا المحور ولكن متى وأين وكذا تبقى يعني تفاصيل السؤال المهم كما تحدثنا أنه مدى قدرة الأمريكي على يعني ضبط السلوك الإسرائيلي لكي لا يجد نفسه الأمريكي في ورطة في حرب إقليمية لا أحد يعلم كيف ستنتهي وكيف يعني ستكون المنطقة بعدها وخاصة أنه يعني في حديث إسرائيل عن استخدام أسلحة نووية واستخدام أسلحة نووية لن يمرمر الكرام للروسي بقبل بذلك نهائياً ولا تركيا ستقبل بالتالي إذا ذهب الإسرائيل باتجاه استخدام أسلحة نووية بالتأكيد سنكون أمام حرباً عالمية نووية مدمرة قد تختفي فيها إسرائيل وإلى الأبد طيب سيد عادل نود إذا أضفنا الأسماء التي اغتيلت خلال هذه الفترة العروري وزاهدي والضيف الذي أعلى كما تعلن إسرائيل محمد الضيف وطبعاً أبرزهم طبعاً إسماعيل هنية هذه الأسماء انعكسها على الداخل الإسرائيلي لنقل على الجيش تحديداً وكذلك الأصوات اليمينية المتشددة والأصوات المعارضة كيف يبدو نعكاس هذه الأمور خلال ما يمارسه الاحتلال من عدوان الآن ومستمر طوال عشرة أشهر على نفسه يعني 99% من المجتمع الإسرائيلي يؤيد ويبتهج ويفرح لأي عملية اغتيال تحدث وشهدنا أمس حين كان في توزيع الحلويات في عشرات المدن الإسرائيلية وأكثر من ذلك كان في عروض وتنزيلات بسلع وبالأسواق الكبرى في إسرائيل حين سمع نبأ اغتيال إسماعيل هنية ولكن القناعة الإسرائيلية أنه الاغتيالات لا يمكن أن تحقق الأمن المطلوب إسرائيليا بمعنى أنها غير قادرة على إنهاء المقاومة وطمس وكسر الإرادة الفلسطينية ولكن بالنهاية هناك أهداف يرى تحقيقها من عمليات الاغتيال هذا الأهداف الذي وضع الاغتيال بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية التي تسمى نظرية الأمن القومي الإسرائيلي والذروتها وأوجها ما يسمى بنظرية الردع الإسرائيلية العقل الإسرائيلي يرى أنه سياسة الاغتيالات ولا شك أنه اغتيال إسماعيل هنية بعكس قدرات عسكرية واستخباراتية وأمنية عالية وأيضا اغتيال فؤاد شكر في الضاحي الجنوبي في بيروت هذا من وجهة نظره أن يعيد ترميم وإعادة ثقة المجتمع الإسرائيلي بمنظومة الأمنية والعسكرية وقيادته السياسية لذلك بتقديري أنه وضع نتنياهو اليوم بالرأي العام من الإسرائيل الأفضل مما كان عليه قبل أيام ثم مسألة أخرى أنه بالاغتيالات إسرائيل تسعى لإعادة ثقة حلفائها وتحديدا الغربي والأمريكي بقدرات إسرائيل على القيام بالدور الوظيفي لإسرائيل كحامل هذه المصالح الغربية بالمنطقة وكشرطي حراسي وقوة ضاربي وخاصة أنه من أهم التداعيات السلبية للسابع من أكتوبر أنه أصبحت إسرائيل عبئاً على الولايات المتحدة والغرب بالأيام الأولى وحتى اللحظة بالبحر الأحمر وبحر العرب هناك بوارج ومدمرات وسفن وحاملات طائرات أمريكية وغربية لحماية السفن وهذا ما كان له ليحدث لو لا وجود إسرائيل وتعرض السفن القادم والذاهبي إلى الهجوم من الحثيين أنصار الله بمعنى أنه هذه العلاقة باتت تشكل مصدر إزعاج لإسرائيل أنه إسرائيل وجدت لحماية الأمريكان ومصالحهم لا أن يأتي الأمريكي لحمايتها يعني كيف تم وصف أنه إسرائيل حاملت طائرات بالمنطقة لحماية المصالح الأمريكية ولذلك يصرف عليها ويتم تسليحها وتمويلها وتدريبها والإنفاق عليها ومقابل ذلك أيضا تصدر من الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة مع كل العالم مع العرب ومع المسلمين ومع الآخرين لأنها تحمي إسرائيل ولكن بالشهور العشر الماضية قلبت هذه المعادلة وهذه حاملة الطائرات الموجودة التي هي بين قوسين وإسرائيل لحماية المصالح الغربية أصرحت غير قادرة على حماية ذاتها وبالتالي أصبحت بحاجة حاملات طائرات أمريكية لحمايتها هذا يعني أن هذا المشروع أصبح عبئا على المشغل وعلى صاحبه أن هذا الفرع من هذه الشركة الكبرى أصبح خاسر وأصبح عبئ عليهم هذا الاغتيال نتنياهو يعتقد أنه من الممكن أن يعيد ترميم صورة إسرائيل الردعي وصورة الهيبي والقوة أمام الأمريكي والغربي ثم ينظر الردع سيد أيمان أنه يضرب معنويات البيئة الحاضنة للمقاومة في فلسطين في لبنان في إيران في العراق في اليمن في مجابا ثم يعني يهين صورة قوى المقاومة وإيران أمام الشارع أنها مخترقة وغير قادرة على حمايتها وتحديدا جزئية عدم قدرة إيران على حماية أحد ضيوفها المهمين في طهران أريد منه إهان الطهران ومسخها أمام حلفائها وإضعافها أمام خصومها لذلك إيران اعتبرت ما حدث بتجاوز لكل الخطوط الحمر وبالتالي واضح أن الرد سيرتقي تماما إلى هذا الحدث على سيرة الرد سيد عقل